سحبت مساء أمس الثلاثاء قرعة بطولتي الدرع ودوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2020 بحضور رئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة قوية مبكرة في الأسبوع الأول بين الفيصل والرمثة فيما وضعت القرعة لقاء القطبين الوحدات والفيصل في الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب من الدوري وأقعت قرعة بطولة الدرع الرمثة والوحدات والصلت في ذات المجموعة يذكر أن منافسات بطولة الدرع تنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الحالي على أن تبدأ منافسات الدوري في الخامس من شهر أذر المقبل نادي سحاب بالمجموعة الثانية الحمد لله في شباب أردن سطعنا نعدي على تقريباً 500-600 من المدونة اللي على النادي هناك توجه بالإدارة من سنوات أن الاستثمار في اللاعبين الشباب الصغار نعطي فرصة لأكبر على المعين من اللاعبين حتى يشارك في الموسم لكن احنا في اشتعاشها بالأردن الآن بالإضافة للاعبين الموجودين طبعاً نبحث عنها 3 إلى 4 لاعبين إن شاء الله راح يكونوا قبل بداية الدرع متواجدين بالفريق سواء كانوا محليين أو محترفين أنجزنا تقريباً 95% من ملف التعاقدات واللي بتابع الوحدات وتعاقداته يعني بالتنسيب وبالتنسيق مع المدير الفني والجهاز الفني استطعنا أن نستقطب كل الأسماء اللي احنا نشوفها بتلبي رغبات الجهاز الفني وبتلبي رغبات خطط وبرامج الجهاز الفني سواء في كل المراكز فإحنا إن شاء الله راح نقدم لجمهورنا في هذا الموسم فريق يعني فني أنا مستوى عالي مكتمل الصفوف سواء في الملعب أو كبودلاء أعلن نادي المرخية القطري رسمياً تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني أنس بني ياسين بعقد يمتد لعام ونصف العام مع أفضلية التجديد وكشف النادي عن خبر تعاقده مع بني ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشره لصور توقيع اللاعب عقده في مقر النادي متمنياً له التوفيق في تجربة الاحتراف الجديدة وكان بني ياسين احترف قبل أشهر في صفوف فريق فولاذ الإيراني لكنه سرعان ما فسخ عقده لعدم إشراكه في المباريات لينتقل إلى الفريق القطري يلتقي فريق الأهل والأرتدوكسي لكرة السلة غداً الخميس في رابع مبارياتهما في سلسلة نصف نهاء دور كرة السلة الممتاز ويتطلع الأهل لتحقيق فوزه الثالث على الأرتدوكسي وانتزاع بطاقة عبوره للنهاء بشكل رسمي على الجهة الأخرى يدخل الأرتدوكسي لقاء وعينه على الفوز ولا بديل عنه وتعديل الكفة مع الأهل من أجل الإبقاء على حظوظه في بلوغ المباراة الختامية وسبق للأهل الفوز في مبارتين فيما فاز الأرتدوكسي في مباراة واحدة اتنص تعليمات البطولة على تأهل الفريق ذو الأسبقية بالوصول لثلاثة انتصارات من أصل خمس مباريات تقام بين الفريقين يواجه نادي ريال مدريد الليلة نظيره فالانسيا في نصف نهاء كأس السوبر الإسباني على استاذ الجوهر المشعة في المملكة العربية السعودية ويأمل ريال بتخطي عقبة فالانسيا والتأهل للمباراة النهائية من أجل التتويج بلقبه الحادي عشر واعتلاء منصات التتويج بعد فشل الفريق في حصد أي بطولة خلال الموسم الماضي على الجانب الآخر يدخل فالانسيا بطل كأس الملك على حساب برشلونة اللقاء وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة في سبيل تحقيق لقبه الثالث في السوبر والأول له منذ 21 عاما يذكر أن البطولة تقام لأول مرة في التاريخ بنظام المربع الذهبي أعرب المدير الفني لنادي منشستر يونيتد أولي سولشاير عن استيائه من الشكل الذي ظهر به فريقه في المباراة التي جمعته بمنشستر سيتي مساء أمس الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس رابطات الأندية الإنجليزية المحترفة والتي انتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف لهدف ووصف سولشاير في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أداء فريقه في الشوط الأول بالأسوأ خلال الموسم مشيرا إلى أن لعبيه لم يكن لديهم القوة في تقبل ما حصل وتدارك الأمر وحول فرص الفريق في قلب النتيجة في مباراة الإياب وبلوغ النهائي أكد سولشاير أن كرة القدم لا تعرف المستحيل لكن المهمة صعبة يذكر أن رقاء العودة بين الفريقين سيقام في الثامن والعشرين من الشهر الحالي اكتسح لوس أنجلوس ليكرز نظيره نيويورك نيكس بـ 117 نقطة مقابل 87 نقطة في اللقاء الذي جمع الفريقين فجر اليوم ضمن منافسات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وشهدت المباراة سيطرة واضحة لليكرز إذ انتهى الربع الأول لصالحه بفريق 5 نقاط قبل أن يواصل تألقه في الربع الثاني ويوسع الفريق لـ 17 نقطة وفي الربع الثالث نجح نيكس في تقليص الفريق لـ 15 نقطة قبل أن يعود ليكرز مرة أخرى ويوسع الفريق لـ 30 نقطة مع نهاية الربع الرابع والمباراة ويدين ليكرز بفوزه هذا للاعبه لبران جينز بإحرازه 31 نقطة